اشتركوا في القناة وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الأمنى أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي انعكاس حقيقي للرؤية السامية والمستنيرة لجلالة الملك المعظم مشيرا إلى الدور الإيجابي الذي يطلع به المركز كمؤسسة عالمية للدفاع عن القيم الإنسانية وبيان جوهر مبادئ الاعتدال والإخاء الإنسانية من جانبه أعرب رئيس مركز انزاربايف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات عن تقديره للمبادرات النوعية التي تتخذها مملكة البحرين في مجال الحوار والتقارب بين الأديان والثقافات وما تقدمه المملكة من نموذج عالمي رائد للأخوة الإنسانية هذا وشهد اللقاء بحث ومناقشة السبل الكفيلة لتعزيز وتأطير الشراكة بين المؤسستين في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإقامة البرامج والمشاريع المبتكرة وبحث تطوير المساعر الرامية لترسيخ ثقافة السلام والتعايش بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة اشتركوا في القناة